افتتحت إدارة محافظة أربيل طريقا استراتيجيا وسط المدينة يتوسط شارعين مهمين فيها ويساعد في تقليل الزخم المروري الحاصل على الشارع الرابط مع محافظة كاركوك بكلفة بلغ ثلاثة مليارات دينار عراقي يقع الطريق المفتتح وسط شارعين مئة ومئة وعشرين ويبلغ طوله ثلاثة كيلومترات بممرين ذهابا وإيابا وبعرض يصل إلى ثلاثين مترا وأكد المحافظ أميد خوشناو أن تكلفة إنشاء هذا الشارع بلغت ثلاثة مليارات دينار عراقي ويضم كل المواصفات الهندسية والمرورية المطلوبة